يتسابق العلماء في ميادين الطب لاكتشاف حلول للأمراض المستعصية ولا تتوقف المراكز الطبية عن ابتكاراتها للأجهزة والأدوات التي تساعد في إنقاذ المرضى الشراين أقنية غذاء الأجساد بتفرعاتها واختلاف أحجامها أخذت حيزا مهما في المجال الطبي وخصصت لها مؤتمرات وأبحاث ومنها المؤتمر الدولي لشراين المحيطية الذي أقيم هذا العام عن طريق تقنية الفيديو نظرا لظروف جائحة كورونا ولأهمية هذا المؤتمر يقام بشكل سنوي في تركيا لتسليط الضوء على آخر التطورات في معالجة الشراين المحيطية حققتنا هذا المؤتمر مهم لأمرين مهمين أول مهم هو آخر التقدمات أو آخر تطورات التي قدمتها الشركات الطبية في هذا المجال والأمر الثاني هو آخر الكفاءات أو المعلومات التي حصل عليها الأطباء التي يعملون في هذا المجال ومعظمهم من أطباء القلب وأطباء الشراين بشكل عام ويعتمد المؤتمر على بث حي لعمليات الشراين من عدة دول في العالم بمشاركة أطباء مهر يسابقون الزمن لتطوير طرق العمليات في هذا المجال نحن اليوم موجودين صار لنا هذا اليوم الثاني من برنامج لقسطرة محيطية أو لعلاج البرنامج أو مشاكل الشراين المحيطية اسم البرنامج أسبك 2021 أنا أول مرة ألي مشاركة أول مرة أشوف البرنامج طبعا الحالات التي نرى هنا هي حالات معقدة لمشاكل محيطية معقدة مركبة في مستشفى ميموري الاستعمال لأدوات تقريبا أحدث الأدوات أتوقع البث الحي لعمليات القسطرة تغني المؤتمر بخبرات وتجارب الأطباء وتقدمها بشكل عملي للمهتمين في هذا المجال كما أنها رسالة توعوية لتعامل مع أي اعتلال طارئ في الشراين المحيطية أجر المشاركون في المؤتمر عمليات شراين من تركيا وأمريكا وأوروبا والسعودية وغيرها من الدول وتم بثها بشكل حي لكي يتبادل الأطباء الخبرات في هذا المجال ويلفتون الأنظار إلى أهمية عمليات القسطرة بديلا عن الجراحة وما زال العلم يتحف البشرية بابتكاراته الطبية ويسخرها خدمة للإنسان